من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبري من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكري تضيء معالم غراء ملء السمع والبصاري معالم ترسم الدرمة وتؤثر العقل والقلب بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حوار مستمر مع شيخنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حول قضية الإلحاد في برنامجكم برنامج معالم حياكم الله شيخ محمد بلغ من الحديث قضية الشر أو مشكلة الشر كما يسمونها التي يطرحها الملحدون في وجه المؤمنين باعتبارها في ظنهم برهانا من براهين الإلحاد أو إنكار وجود الله عز وجل وأفدتم حفظكم الله أن هذه الشبهة يمكن أن يجاب عليها من عدة جهات ذكرتم منها الجهة الأولى وهي أن المنطقة لا يقتضي من وجود الشر عدم وجود الخالق إنما هو إيراد على بعض صفاته وليس على أصل وجوده وذكرتم أيضا أن هذا الشر وجوده من آيات وجود الإرادة الحرة للإنسان وذكرتم كذلك أن هذا الشر به يعرف الخير وذكرتم أنه إذا كان الشر في ظنهم ينفي وجود الخالق فلماذا لا يقولون أن الخير يثبت وجود الخالق فهذا مقارن لهذا وقسيم له لدي أيضا بعض النصوص والتفصيلات المتعلقة بموضوع الشر لكن أسمع منكم أولا تعليقكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا جواب الخامسا وهو أن الشر لا يخلو من خير وقد لا يكتشفه الإنسان وأنت لا تعلم ما يؤدي إليه ولذلك كثير من الأمور ظواهرها شر في البداية ثم تكون خيرا معهلها في النهاية يوسف عليه السلام قصته من بدأ بأولها فقط عندما أخذه إخوته ورموه في الجب ونزعوا عنه ملابسه وجاء قوم وأخرجوه وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا من الزاهدين وضعف السجن وأن هذا شرا لكنه في الحقيقة خير تكشف عن خيرا عظيم تكشف عن خيرا عظيم ولذلك يقول أحد العلماء لا تكره المكروه عند حلوله إن الحوادث لم تزل متباينة كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة ذكرنا أيضا شيئا خامسا نفدتم به أو سادسا نعم وهو أن مشكلة الشر أصلا هي معضلة في حق الملحد لأن إيمانه بوجود خير أو شر يقتضي إيمانه بوجود الله عز وجل إذ كيف يعرف الخير من الشر دون غريزة أو فترة هنا ملاحظة شيخنا يقول صاحبها أن قدرة الله إنما تتعلق بالممكن منطقا أما غير الممكن منطقا فهو عدم ولذلك لا تتعلق به قدرة الخالق ومن هذا سؤال الملاحدة المعتاد هل يقدر الله على خلق صخرة يعجز عن حملها والجواب أن الصخرة التي يعجز الله عن حملها لا وجود لها أصلا فهي عدم والقدرة لا تتعلق بالعدم ونزل هذا على موضوعنا هو ليس عدم فقط بل عدم مستحيل مستحيل والفرق بين العدم الشيء المعدوم الذي يمكنه أن يقع هذا تتعلق به القدرة لكن الشيء المستحيل أصلا لا تتعلق به القدرة جيد وهذا السؤال كان قديما الفلاسفة هذا الملحدون فقط حوروه في الصخرة لكن القدماء كانوا يقولون هل يقدروا على أن يخلق إلها مثله وهذا مستحيل كيف يكون إلهاني معا العقل يمنع وجود إلهين سؤال فيه مغالطة نعم هو يقول الآن نفس الشيء هنا يقال في مشكلة الشر فالكون الذي لا شر فيه كون غير منطقي غير منطقي وهو في حكم العدم فلا يقال بانتفاء قدرة الله لمجرد وجود الشر نعم يمكن هذا طيب هنا وجه ذكره ابن تيمية شيخ الإسلام في مسألة الشر تتعلق بأن وجود الشر في هذا الكون لا يعني أنه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى وبالتالي لا يرد إشكال أصلا يقول رحمه الله الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح اتصف بها من كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره لا هم ما قالوا إنها صفات هذا في حق من يزعمها صفات وهم الذين يرون وحدة الوجود يزعم أن الكذب والظلم أنه لا يفرق بين الخلق والفعل فالله خالق كل شيء بما في ذلك هذه الأفعال لكن هذه الأفعال هي أفعال لمن فعلها فالله هو الذي فعل الخلق هو الذي أنزل المطار هو الذي بعث الرسول هو الذي أخرج الأرزاق لكن هذه الأفعال الكذب والزنا والخيانة والسرقة والخسائص فعلها من فعلها من المخلوقين وليست من فعل الله هي من خلق الله لكن ليست من فعل الله وهنا لا بد من التمييز بين الفعل والخلق وهذا يردنا إلى قضية القدر لأن أفعال المخلوقين هي من خلق الله ولكنها فعل للمخلوق ولذلك الثواب والعقاب يرد تباني على الفعل لا على الخلق جميل فالمخلوق هو الذي يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها لأنه الذي فعله فأنت صليت تثاب على صلاتك وهذا الكافر شرب الخمر فيوعاقب على شربه لأن الخبائث هو الذي فعلها والطيبات أنت الذي فعلتها فهي جميعا من خلق الله ولذلك فأفعال العباد بالنسبة لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته تنقسم إلى أربعة أقسام لأنه الله نوعين من نوع الإرادة المشيئة التي هي الإرادة التكوينية والأمر الذي هو الإرادة الشرعية فما تعلقت به الإرادتان معا كالأعمال الصالحة من المؤمنين أرادها الله وشرعها أرادها مشيئة وشرعها والقسم الثاني ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين كالمعصية التي لم تقع المعصية من المعصومين مذلا هذه لم تقع ولم يمر الله بها لأنه لا يمر بالفحشاء والقسم الثالث ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون التكوينية كالأعمال الصالحة من الكفرة شرعها الله لهم ولكن لم تقع لم تتعلق بها المشيئة ولم تقع والقسم الرابع ما تعلقت به الإرادة التكوينية دون التشريعية مثل الأعمال السيئة من الكفار والعصاة قدرها الله عليهم مشيئة ولكن لم يأمرهم بها فهذه أربعة أقسام ويمكن أن نقربها للسامعين والمشاهدين بالمثال الأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان والصلاة والجهاد والصوم والحج هذه أرادها الله إرادة تكوينية لأنها وقعت وأرادها إرادة تشريعية لأنه أمره بها الأعمال السيئة الزنا والقذف والشرب الخمر والفواحش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يريدها الله إرادة تشريعية لأنه لا يمر بالفحشاء ولم يريدها إرادة تكوينية لأنها ما وقعت والقسم الثالث مثاله الأعمال السيئة من أبي لهب وأبي جهل أرادها الله إرادة تكوينية لأنها وقعت ولم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يمر بالحشاء والقسم الرابع الأعمال الصالحة من أبي جهل وأبي لهب الإيمان والتقوى أرادها الله إرادة تشريعية لأنه أمر بها ولم يردها إرادة تكوينية لأنها لم تقع وبهذا يعرف الإنسان خلق أفعال العباد وأنها مخلوقة لله وهو خلق كما ما تعملون لكنها مفعولة من قبل العباد وهذا يخالف هو قسمان من الناس نوع من الفلاسفة الذين لا يميزون بين الخلق والفعل وأصحاب وحدة الوجود الذين يرون أن كل شيء في هذا الكون هو الله ولذلك يقول بعضهم كل كلام في الوجود كلامه سواء على نظره ونظامه فيزعمنا أن كل فعل في هذا الكون فهو من فعله سواء كان غيبة أو نميمة أو سرقة أو زنا تعال الله عما يقوم الله وكبير طيب شيخنا اللهم الآن توظيف هذه المسألة مسألة نسبة الشر أو عدم نسبة الشر الله سبحانه وتعالى ونسبته إلى فاعله كما قال المتيمية في الاشكالية التي عندنا هنا كيف يمكن توظيفها في رد دعوة المبطل أن وجود الشر هو دليل على أن الله غير موجود أو أنه غير كامل الصفات جل جلاله هذا ليس جوابا عن هذه الاشكالية هو جواب أدبي أن يقال لا يحل نسبة الشر إلى الله تأدبا ولكن هو خلقه هكذا نعم لذلك في الحديث لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك سبحانه ليس إليك لكن ونظير هذا أيضا كما ذكرنا من الأدب في قصة إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يحييني والذي هو يطهمني يسقيني وإذا مرضت فهو يشفي لم يقل الذي يمرضني ولم يقل الذي يمرضني فهو يشفي طيب شيخنا هنا نصل بن القيم وريد أن أرى مدى أيضا إمكانية توظيفة في مناقشة قضية الشر يقول رحمه الله لو كان الخلق كلهم مطيعين عابدين حامدين لتعطل أثر كثير من الصفات العلا والأسماء الحسنى وكيف كان يظهر أثر صفة العفو والمغفرة والصفح والتجاوز والانتقام والعز والقهر والعدل والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها وتضعها مواضعها فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحكم والآيات العبر الآخر ما قال هل يمكن أنه قال أن هذا برهان لأنه إذا لم يكن في الدنيا شر معناه أن الله سبحانه وتعالى ليس منتقما وقد ذبتت له صيبة الانتقام واسمه المنتقم والجبار والعزيز والعدل فهذا يصلح الاستدال به في هذا الملحد من الأسئلة التي توجه إليه في هذا الباب أنه أنت الآن حتى نظرا لوجود الشر طيب عندما ألحت هل انتهى الشر من العالم زاد الشر بالحاضي طيب هذه عبارة جيدة فيها إعادة تلخيص الفكرة المحتم إليها وفكرة الحرية للإنسان تقول لو خلق الله عز وجل عالما كله خير لكان معنى ذلك أن الإنسان مجبور على فعل الخير وبالتالي تنتفي إرادة الإنسان وحريته لو خلق الله الناس أحرارا فإنه من الطبيع جدا أن يوجد فيهم من يمارس الشر بالتالي فإن وجود الشر في العالم هو فرع عن إرادة خيرة أعلى وهي أن يكون الناس أحرارا ويمارسوا إرادتهم هذا صحيح طيب آخر نقطة في موضوع الشر أود أن أشير إليها هل يمكن أن يقال شيخنا أن مشكلة الشر إنما تواجه الملحد الذي لا يؤمن باليوم الآخر بينما المؤمن الذي يعرف أن هناك يوما آخرا يجاز فيه الناس لا مشكلة عنده مع الشر نعم وكذلك الذي يؤمن بالقدر الذي يؤمن بالقدر يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاهم يكون وأن الله علام الغيوب وأنه لا يريد بعبده المؤمن إلا ما هو خير وأن هذا الشيء قد تراه أن تشرنا الآن ثم يتكتشف بعد وقت أنه خيرا فيه ولا تدرك ذلك صحيح أنا وجدت أيضا لأن تذكرت فيه لما ذكرتم الخير أن بعضا كان يقول أن الملحد ينسى أن وجود هذا الشر من أسباب ظهور كثير من الخير في نفوس الناس فإذا وقعت الكارثة ظهر عطف الناس وظهر إيثارهم وظهر بذلهم وظهرت معاونتهم لو لم يوجد هذا لما ظهرت صحيح بالطيب المتنبي يقول ولا فضل فيها لشجاعة والندى وصبر الفتاة ولا لقاء شعوب التي هي المناية أو الموت شعوب الموت نعم طيب شيخنا أظن فرغنا من مناقشة مشكلة الشر بما يكفي لأن كان لكم تعليق عليها أيضا فيه لا هي أصلا فكرة تافية من ناحية الوجود وليست جديدة هذه من أيام ماني من أيام مانوية طيب أنتقل إلى دليل آخر شيخ ألي يعتبره أصحابه دليلا على إنكار وجود الله يسمونه دليل التاريخ ويقولون آلاف الآلهة عبدت عبر التاريخ وتبين لنا الآن بالقطع أنها آلهة مزيفة فبأي منطق تقطعون الآن مثلا أيها المسلمون أن إلهكم كما تقولونه وتصفونه موجود أنتم يعني جزء من ملايين الأمم والخلائق التي عبدت وكان لها آلهة وزعمت أن لها آلهة وقامت البراهين على وجودها وإلى آخره بالنسبة لهذه الآلهة بطلانها وانكشافها دليل على وجود الله وأنه الواحد لأن الإله لا يمكنه تعدده أصلي فبطلان هذه الآلهة تكسير إبراهيم الحجارة تكسير الرسول صلى الله عليه وسلم من ثلاثة مائتين وستين صنما كانت على الكعبة تكسيره للصنم الذي كان على الصفاء واسمه إسابه على الصنم الذي كان على المروة واسمه نائلة قطعه للعزاء وهدمه للهات ومناته وتحريقه للخلصة وغيرها من الأصنام هذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى أنه الإله وحده هذه وين عبدت وقتا من الأوقات وتقرب إليها الناس عرف بطلانها وعلمان الإله واحد لا شريك له ولا يمكن أن يستحق العبادة سواه والحقيق الشيخ أن هذا الكلام على ما تفضلتم من بطلاني لكن شديد التأثير في بعض الناس لأن في مغالطة منطقية هو يقول لك الآن عندنا ألف أمة يعبدون ألف إله وأنتم ألف واحد تعبدون إلها وهؤلاء كلهم آلهتهم باطلة فإذن لماذا لا تكون أيضا آلهتكم باطلة لأنه يضدين إما أن يكون إلهنا حقا أو أن تكون تلك الآلهة جميعا حقا المشكلة شيخنا قد عرفنا هو ضد هذه الآلهة جميعا فإما أن تكون تلك الآلهة جميعا حقا وإما أن يكون إلهنا حقا فأيهما أنتم عرفتم بطلانا تلك الآلهة جميعا فلم يبقى إله هو لا يقول البطلان يقول أنه يعني أنا كأستغفر الله هو باعتباره ملحدا يعني يقول أمامي ألف شخص كل واحد عنده إله يدعي أنه الحق هذا التعدد في ذاته عندي دليل أن كلها كلها باطلة نعم هذه الآلهة التي يراها هو عند تعددها أو عند إقرارهم بتعددها دل ذلك على بطلانها جميعا وبطلانها موجب لوجود إله لأنك أنت عرفت هذا الكون هذه الآلهة التي تراها هل فيها أحد يستطيع أن يدعي له معابده أنه هو اللي خلق السماوات العلاة والأراضين الدعاء وعريضة شيخنا لا ما فيه فرعون قال أنا ربكم العلاة لكن ما قال إنه هو الذي بنى السماوات من غير عمل صحيح لا لها لا يمكن أن يدعي لها أصحابها ما يختص به الله جل جلاله ولذلك كل الأمم التي تعبد الآلهة تعرفوا أن سلطانها محدودا صحيح نعم دعني أجعل أحد هؤلاء الملحيين يعبر عن فكرته نعم يقول الإيمان بوجود إله كان سمة من سمات البشر من آلاف السنين بعض الآلهة ظلت معبودة لفترات طويلة جدا من الزمان على سبيل المثال آمن المصريون القدماء بآلهتهم لدرجة أنهم بنوا لها واحدة من أضخم المباني كالأهرامات إلا أننا الآن بعد آلاف السنين من عبادتهم متأكدون أن آلهتهم ليست أكثر من أسطورة عبد ملايين الرومان آلهتهم لفترات طويلة والآن نؤمن أن آلهتهم لم تكن سوى أسطورة أو خرافة فهل يعقل أن يعبد الناس آلهة خاطئة لملايين السنين وفجأة يصل بنا الغرور لدرجة الاعتقاد بأن آلهة اليوم صحيحة وآلاف الآلهة الأخرى مزيفة وخيالية هذا اليوم لأنه هو تخجل أن هذا إله تابع للتاريخ أنه إله اليوم ولكن نسي أنه كان إلها في تلك الفترات كلها وهو ضد لهذه الآلهة إما أن يكون هو حق وإما أن تكون هذه الآلهة حق وقد أقره هو ببطلان هذه الآلهة وأنها خرافة مجرد فتعين عليه أن يؤمن بهذا الإله لكن أيضا شيخ أنا ما ترون هناك خديعة منطقية أصلا في السؤال يعني آله كان عندي ألف طبيب في الدنيا ارتكبوا أخطاء وثبتت عدم براعتهم هل هذه الدليل على أن الطبيب ألف واحد غير بارئ؟ لا هذا ليس دليل يعني هي مغالطة من أصلها مغالطة من أصلها لأنها قياس مع الفارق أينها وهي تقتضي أنه ساوى بين الآلهة صحيح أنه جعل الآلهة جنسا بما أن أحدها باطل عنده فيلزم ذلك بطلانها جميعا إنما يلزم بطلان الآلهة التي هي مساوية لذلك الإله الباطل لكن التي مضادة له هذه الآلهة مثلا لا تسمع ولا تبصر ولا تخلق هذا ضد الإله جل جلاله وعموما سر تأثير هذه الحجة على تهفة شيخنا أنه يأتي المتحدثة والملحد يقول للشباب وكذا يعني أنتم تظنون أنفسكم على شيء هذا الإيمان الذي أنتم فيه والتعلق بإله وكذا ترى كان يفعله هؤلاء ويفعلوا هؤلاء ويفعلوا هؤلاء ويفعلوا هؤلاء وكلهم على باطل فترى لستم مختلفين عنهم فالخديعة هنا في كما تفضلتم القياس مع قياس مع الفارق وأنه يقص شيئا على ضده نعم هو أراد أن يشككهم فيما هم فيه بتشكيكهم في أمور أصلا هي ضد ما هم فيه نعم هم آمنوا وتحرروا من تلك الآلهة جميعا صحيح وعرفوا بطلانها هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فهؤلاء اعتزلوهم ما يعبدون إلا الله والله يعلمون أنه ضد لهذه الآلهة جميعا فهذا مقتضن لبطلان هذه الآلهة جميعا ومقتضن لأن الله وحده هو الإله وهو المستحق لذلك وأنه ليس للكون إله غير الله وأنه لا ضد له ولا ند له وأن هذه الضدية المقصود بها فقط أنه هو متصف بالصفات وأن هذه لا تتصف بتلك الصفات متصفتهم بضد تلك الصفات بالعدد لو بسطنا هذا بمثال يومي سيكون واضحا كمثال طبيب مثلا لو أن الإنسان كان يتعامل مع طبيب ويعتقد أنه جيد لا هو طبيب من جنس الأطباء أي نعم ومع ذلك هذا بقياس الأولى يكون هو بقياس الأولى لكن أنا أقصد أنه إذا قال لنا أنتم تعتقدون أن هذه السيارة تستطيعون أن توصلكم إلى أي مكان في العالم تريدونه أي نعم وهؤلاء يعتقدون أقصد هؤلاء كلهم يعتقدون أن سياراتهم توصلهم أي نعم واتخذوا هذا المركوب وأنتم عندكم طائرة أي نعم فبما أن هؤلاء ما وصلتهم ما وصلتهم لا يمكن أن توصلكم أنتم طاهرتكم على فرق ما بين لأنه يقيس شيء مع غير جنسه جيد وهذا قياس مع الفارق الكبير بين الضدين وبين المتعاقضين جيد وأنا كنت أريد المثال كما تفضلتم من باب قياس الأولى الآن لو كنت أتعامل مع طبيب وأعتقد أنه جيد ثم جاءني شخص وقال أنظر فلان كان يعتقد أن فلان طبيب جيد وأضر به وهذا كذا هؤلاء مئة شخص تعاملوا مع طباء كلهم اعتقدوا أنهم جيدون وبان أنهم فاشلون إذن بالضرورة طبيبك فاشل بقياس قياس مع الفارق ما يستقيم طيب شيخان الدليل آخر يطرحونه أو شبهة أو ما أدري ماذا تسمى تعدد الأديان أحد إجدادي رحمة الله عليه يقول أو تفرست فالفراسات منها لو تأملت ما يكونوا كذوبة عبدت أمة بها الشمس و الأوثان و أخرى بها و أخرى الصليبة كلهم يتفرسوا لم يصيبوا دليلهم الآخر أو شبهتهم أو احتجاجهم بتعدد الأديان يقولون هناك مئات الأديان على الأرض و كل يندعي أنه الصواب و هذا التعدد في حد ذاته دليل على بطلان فكرة الديانات أصلا لأن لو كانت حقا لكان الديانات و يبافقوا أنتم على وجود الله وبعدين تفهم وبعدين تفهم نقول و الله الذي آمنتم به إذن أنزل الديانة الفلانية في الوقت الفلاني لأن هذه مصلحة البشرية و أنزل بعضها الديانة الفلانية ناسخة لها وبعد ذلك الديانة الفلانية ثم وصلت البشرية إلى نطجها فأرسل إليها الدين الذي هو الدين عند الله إن الدين عند الله الإسلام و جعله مصدقا لما بين يديه من الحق و ناسخا لما سواه طيب هذه العبارة المشكلة شيخنا يقول كل ديانة تعتبر غيبياتها حقائق و معجزات و غيبيات غيرها أساطير فمثلا هذا غير صحيح نحن نؤمن بكل معجزات الأنبياء سأذكر لكم ما يريد فمثلا يقول لو نظرنا إلى أخبار آلهة اليونان فإننا لا نتردد في تسفيها وتسخيفها ولكن قصة مخلوق له ستمائة جناح ينزل إلى امرأة فينفخ في فرجها فيأتي طفل قد تكون لذي اليونان أشد سخافة هذا أولا كذب من جهة النفخ ينفخ في جيبها طيب يقول أنه الآن نحن كمسلمين نؤمن ببعض الأشياء الغيبية ليست أقل غرابة من غرابات آلهة اليونان و مع ذلك نرى ما هم فيه باطلا و نرى ما نحن فيه حقا نفخ في فرج مريم لم يكن من أمر هذا الملك الذي أتاها والملك ما أتاها بأنه له ستمائة جناح إنما جاء بصورة رجل و بيّن لها أنه سيهب لها غلاما إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا و النفخ في فرجها أو في رحمها كان من أمر الله جل جلاله فنفخنا فيه من روحنا و نفخنا فيها من روحنا فكان هذا من أمر الله كما خلقها كما خلق رحمها و كما خلق عينها و خلق خلقتها كاملة أن نفخ الله فيها من روحه و شيخنا ليس فيه مصادرة على المطلوب يعني الآن نحن آمنا بهذا الخبر بعد أن آمنا بوجود الله و بصحة وحيه فلا تأتي تجادلني فيما أخبر به الوحي إذا كنت لم تسلم أصلا بأنه وحيه أصلا بوجوده نعم و لا بد أن تطمن أولا بوجود الإله ثم بعد ذلك نصل إلى مفردات هذه الأخبار فالمفردات الأخبار إذا بدأنا بهذه المفردات دون الرجوع إلى الأصل لا فائدة من النقاش طيب لديهم حجة أو دليل أو شبهة أو وهم يسمونه اختفاء الإله يقول فأين هو الإله الذي كان يشق البحار و يصنع المعجزات هل كان عاملا أو أخذ عياذا بالله أو أخذ إجازة طويلة الأمد أم أن كل ما يروع عنه مجرد أساطير هل هي صدفة أن الإله اختفى في العصر الحديث حيث أساليب التحقق العلمية باتت شائعة بالنسبة لهذا التصور هو قياس عالم الشهادة على عالم الغيب الإله الذي نؤمن به ويمكن أن نقنعك أنت بوجوده لا تدركه الأبصار و هو يدركه الأبصار و هو النطي والخبير لم يره الأولون و للآخرون و هو يراه فلذلك لم يخطفين مع أحتجب بسبعين حجابا جل جلاله نعم طيب شيخنا هناك مجموعة من المغالطات المنطقية التي يطرحها الملاحدة مرت بنا واحدة منها و هي سؤال الصخرة التي يعجز عن حملها لكن مثلا من المغالطات ما يسمونه تعارض القدر و المعرفة يقولون إذا كان الله عارفا بكل ما يحصل في المستقبل فهو غير قادر على تغييره إذ كيف يعرفه ثم يغيره لا هو الذي أراده و هو الذي قدره و هو الذي عرفه فهو عرف فشاء أن يقع هذا و شاء أن لا يقع هذا فكان ذلك بمعرفته و اختياره فلا تناقض بين علمه و قدرته و إذا كان يخلق الأشياء بمنطق كن فيكون فلن يكون عارفا بالمستقبل لأنه يخلق الأشياء آنيا لا هذا غير صحي لماذا يكون آنيا كن فيكون كن فيكون هذا عند إرادته لتكوينه لكن عند علمه و إرادته بأن هذا سيقع في الوقت الفلاني و يمكن أن يقول له كن في الوقت الفلاني فيكون في ذلك الوقت و يقول لهذا كن بعد ألف سنة و يقول لهذا كن بعد مليون سنة نعم في مغالطة يسمونها مغالطة مكاة أيضا هي الغريف هذا اختلاف القراءات قراءة الجمهور فيكونوا بالرفع أيها لما عمره إذا أراد شيئنا أن يقول له كن فيكون أقصد بالنصب إنما قولنا لشيئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لكن القراءة الأخرى قراءة الكساية و معه فيكون بالرفع طيب نأخذ فرق ما بينهما بعد الفاصل شيخنا طيب فاتفاصل و نعود إليكم إن شاء الله مرحبا بكم شيخنا كنت تذكرنا في الآية قراءتين نعم بسم الله الرحمن الرحيم من نسبتي لقراءة النصب تقتضي السببية الفائل السببية كن فيكون نعم والفائل السببية هي التي ينصب بعدها الفائل المضارع على تقدير أن عند البصريين و أنها هي الناصبة عند الكوبيين معناه اتصال الفائلين معناه عند أمره حصل يحصل التكوين و على القراءة الأخرى قراءة الرفع كن فيكون الفائل عاطفة و تفيد و هي تفيد ترتيبه و التعقيبه معنا لكن مع ذلك لا تقتضي تمام الترتب فيها التراخل كما تقتضيه السببية فلذلك هو يأمر بأشياء تكون الأهم و يمر بأشياء تكون بعد حين سبحانه و له الحجة البالغة في كل ذلك المغالطة التالية مغالطة مكافأة المجرمين إذا كان للكون خطة كاملة وضعها الإله و كل شيء يحصل فيها بعلمه ورضاه فإننا يجب أن نمنح المجرمين جوائز و مكافآت لأنهم ينفذون خطة الله بالنسبة لهذا هذا الآن ليس من شأن الإرحاد هذه مغالطة تعلق بالقدر اعتراض على قدر الله جيد و هم ينفذونها عن غير عن غير التنفيذ لأمر و لم يأمرهم بها الخطة منها ما أمر به و منها ما نهى عنه لكنه علم أنه سيكون المنسابق لا سائق المنسابق و لذلك الفرق بين الإرادة التكوينية و الإرادة التشريعية هو الفرق بين الأمر الذي يقتضي محبة و بين المشيئة التي لا تقتضي محبة جيد لو يشاء شيئا و لا يحبه و لا يرضاه و لكن لا يأمر بشيء إلا وهو يحبه هذا يحل فيه أيضا إلى حلقات القضاء و القدر نعم هي تعلق بالقدر و ليست من قضية الإرادة كان فيها تفصيل جيد لا تعلق بالإرادة نهاية مغالطة التفسير العلمي يقول كل الظواهر الكونية التي كانت الأديان تتحدث عن كونها من الله عقوبة أو تخويفا أو رحمة كشف العلم وأسبابها الدقيقة و عرفها وتنبأ بها و هذا برهان أنه لا إله و أن الخالق مجرد عياذا بالله من ما يقوله استغفر الله و أن الخالق مجرد حيلة لتغطية العز نعوذ بالله هذا غاية التناقض لأن هذه الأحداث من الذي خصها بهذه الأمكنة والأزمنة يقول لك الآن عرفنا قوانين القبيعة و من الذي نجع أبلانا الذي كان في هذه الطائرة وتحطمت و نجاه و وحده أو كان في هذه السمنة و غرقت و نجاه و وحده أو كان في هذا البيت و احترق و نجاه و وحده من الذي نجاه إضافة إلى الظواهر التي لم تعرف أسبابها إلى الآن ما تتهي الظواهر التي ليس لها أسباب هذه كلها من أمر الله سبحانه و تعالى و انظر إلى تكون الأمطار و مجيئها و ما ينزل فيها من الصواعق و البرد و نحو ذلك و النباتات و اختلافها هذا كله موجب لوجود الخالق جل جلاله طيب شيخ أنا سأنتقل بفضيلتكم إلى جدر الملحدين في شأن الأديان هنا الآن ما يتعلق بوجود الله عز و جل في محاولة برهنتهم على عدم وجوده أو في شغبهم على ورهن وجوده جل جلاله لكن بالنسبة للأديان لديهم جدل كثير في موضوع الأديان حتى مع التسليم بوجود الله و كذا فهم يحتجون بالأثر السلبي للأديان على بطلانها يقول جون تيلر الثمن الذي اضطرت البشرية في عمومها لتدفعه مقابل الراحة و الانتعاش الروح الذي آتاه الدين قلة من الناس دما و دموعا و هو من الغلاء بحيث لا يسوغ لنا أن نأتمنا لاعتقاد الدين على الجانب الخلقي يقول هذا الدين أورث بعض الناس راحة و طمأنينة و لكنه سبب حروب و مآسي و معارك و ذهبت آلاف الأرواح بسبب هذه الأديان بالنسبة للأديان عندما نسلم بوجود الله و أنه هو مالك هذا الكون و هو خالقه و مدبره فإننا لا نجد خيارا لأنفسنا عندما يأمرنا فالدين هو أمره هذا ما أمرنا به و بالنسبة لتصرفات الناس قد تكون موافقة لذلك الأمر فتكون محمودة و قد تخالفه و لا يترتب عليها مشكلات و قد تخالفه و إن كانت باسمه و إن كانت باسمه العجيب أن القرآن الكريم كان مليئا بالآيات التي تحذر من استغلال الدين و هي النقطة التي يشيرون إليها إن كثير من الأحبار و الرهبان لا يقلون أموال الناس في الباطل و يصدونها عن سبيل الله و في الحديث يقرأون هناك سؤال يطرحه بعض المؤمنين في وجه هذا العطراب يقولون هل توقفت الحروب بعد أن حلت العلمانية محل الدين في الغرب إذا كان الدين هو سواب الحروب لا ما كانت الحروب الكبرى حروب العالمية الدولية ما عرفت إلا بعد مجيئة هذه العلمانية التي استهلكت ملايين البشر و أيضا حتى إنتاج المهلكات لأسلحة الدمار الشامل متى أنتج العالم السلاح النووي و الذري عندما تخلص غربي بالدين نعم إراد آخر و اعتراض آخر المنهج العلمي قسيم الدين فإما هذا و إما ذاك من قال هذا؟ أي علم يناقض الدين إذا كان الدين المقصود به الإسلام فلا يناقضه أي نظرية نظرية داروين هذا ليست علم فالعلم جاء الدين بأصوله نعم و شجع على البحث فيه و أمرنا بأعمال الأفدتي و الأبصار و أمرنا بالتدبر في هذا الكون و استخراجه ما فيه من نواميس و سخره لنا جيد فهذا لا ينافي شيء من الدين لا ينافي شيء من العلم العلم الصحيح الاحتجاج بتردي أحوال بعض المتدينين على بطلان الأديان يعني لو كان هذا الدين حقا لا ما كان أهلوه هكذا غر هؤلاء دينهم هذا من حجج الفاسدين الذين لا يعقلون من قبل فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ما شاء و قد ذكرت لك ما ذكر الحافظ بن كثير في قصة أيوبا عليه السلام عندما قال ذكرى العابدين قال أيلي ألا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا فالجزاء والعقاب لم يأتي بعد وإعلان النتائج لم يأتي بعد نحن ما زلناه الامتحان هذه الدنيا كلها بمنظور الدين هي دار امتحان فهم يظنون أنه بمجرد الموت خلاص انتهى الانسان و نحن نرى أن هذا بداية عهد جديد و أن النتائج ستعلن عندما ينادي المنادي و امتاز اليوم أيها المجرمون و أن الثواب سيكون إما في جنة عرضها السماوات و الأرض و عدة المتقين و إما في نار عائدا بالله منها فهم الآن لم يطلعوا على النتائج و ما زالوا في وقت الامتحان فلا يمكن أن يقول لنا إنسان و الطلبة في وقت الامتحان لماذا لم ينجح هؤلاء و نجح هؤلاء و نتائج لم تظهر بعد نتائج لم تظهر لكن أيضا حتى مجهة العقل شيخنا هل تردي حال إنسان ما برهان على خطأ دينه أو تخصصه أو علمه أو دراسته لو كان كذلك كل الذين أبدعوا علما أو أغلبهم فاشلونه في الدراسة الذي أنتج الكهرباء شاب إيطالي فاشل في الدراسة هو الذي اكتشف الكهرباء و غيره كثير فلو كان هذا قياسا كان هذا قياسا لكان خلل أيضا يشكل علي أن هؤلاء المتدينون الذين هم الآن في وضع مترد كان أجدادهم بنفس هذا الدين فيه أفضل طبعا هذا قضية قضية عمل بل به وأخذ به طيب الاحتجاج بعدم اقتناع المتدينين بدينهم و أنهم أخذوه بالوراثة على بطلان الأديان أيضا يقول هؤلاء أكثر الناس لو جاءت تناقشهم ما يعقلون من أمر دينهم شيئا وهم على تقليد وهذا الدليل أنه دينا باطل لا هو ليس دليلا على أن الدين باطل دليل على أن التدين به عند بعض الناس قد يكون فيه شبهة وضعف لكن لا يقتضي ذلك أن أصل الدين باطل فأنت الآن تذهب إلى المتصف الصفة وتترك القناعة التي يتيت من أجلها نحن نناقش الدين أو نناقش التطبيقات الناس له هو الآن يريد يعترض بالتطبيق على الدين لا تطبيق شيء والدين شيء فلا يمكنه أن تجمع بينهما طيب شيخنا المحاولات الحثيثة لبعض هؤلاء في تفسير الأديان تفسيرا ماديا مرات يفسرونها باعتبار ظاهرة اجتماعية يحتاج إليها البشر ومرات يفسرونها تفسيرا نفسيا وأحيانا تفسيرات حتى عضوية حيوية أنها هرمونات ومواد كيميائية في الجسم وكذا هذا كله عدم فهم للدين لأن الدين معناه علاقتنا بهذا البارئ الذي خلقنا وسوانا أمرنا بأشياء مصلحتنا نهانا عن أشياء مفسدة علينا أمرنا بالتنافس وعقد بيننا مسابقة في القرب إليه هذا هو الدين فهو يشمل اعتقادا وعمل قلب ويشمل عمل الجوارح ويشمل أفعالا وتروكا ويشمل ما ندرك نتيجته اليوم في الدنيا وهو التعللات وما نتيجته هو أخروية المحطة وهو التعبدات فكل هذه الأمور يشملها الدين فهو عبارة عن برنامج الحياة يشمل كل ذلك ويغطيه فهو يسيطر على كل المجالات في الاقتصاد له نظرته وحكمه وفي السياسة له نظرته وحكمه وفي الاجتماع له نظرته وحكمه وفي جميع مجالات الحياة له أثر لكن لو قال قال ما الذي يمنع من الجهة العقلية المحظة من أن تدرس الأديام من هذه الزوايا أن أحاول تفسير لماذا ظهر الدين تفسيرا اجتماعيا أو لماذا ظهر الدين تفسيرا نفسيا ما تستطيع أن تأتي بذلك لأنه في مكة في وقت بأتة الرسول صلى الله عليه وسلم العرب أمة متخلفة ومكة ليس فيها زراعة ولا صناعة وليس فيها ملك ليس فيها دولة أصلة العرب في ذلك الوقت كانوا يقتتلون بسبب أن فرسا غلبت أخرى أربعين سنة مثل الحرب داحس والغبراء أو بسبب أن ناقة كسرت بيضة في الخلاء مثل الحرب البسوس وكانوا يقطعون أرحامهم ويعبدون الأشجار والأحجار وكانوا يطفون ببيته وعرائته كانوا يتخلف ولد حالات نفسية لا جاء هذا الدين الذي هو أرقى شيء وأسماه من هذه الأمة فمن أين جاء لو كان الواقع الذي يعيشه الناس هو الذي ينتج الدين لكان هذا الدين شارق أمة وأسماه جيد طيب شيخ أنسان ننتقل مع الإلحاد من زاوية الدفاع إلى الهجوم كما يقال كنا فيما مضى نحاول أن نستعرض براهين وجود الله وأن يعني نرد ما يقدمه الإلحاد من شبه تثار في وجه وجود الله عز وجل لكن لا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي نقطة الهجوم كما يقال على الإلحاد ما هي الثغرات القاتلة في النظرية الإلحادية أو الثغرات القاتلة في العقل الإلحادي التي لا يستطيع أن يجد لها جوابا أنا سأطرح بين أيديكم جملة قضايا شيخنا وأسمع تعليقاتكم فيها وأستاذنكم أيضا أثناء الحديث في قراءة بعض العبارات والنقولات الفجوة الأولى التي يتصورها هي فجوة الأخلاق وقد ألمحنا إليها الملحد في معضلة كبرى مع الأخلاق ليس له مرجعية ليس له إله ليست له غريزة يتكى عليها ويؤمن بها فبالتالي موقفه صعب جدا تجاه الأخلاق وتجاه تمييز ما هو صواب وما هو خطأ منها لا شك أن الملحد أدنى مستوى في الأخلاق من البهائم والسبب؟ البهائم لها قوانين تعودت عليها غريزة غرائز وهي فيها بعض البهائم تستحي من استفاد بحضرة الناس بعضها لها أدب فيما بينها بعضها تنفق على أولادها وترعاهم وترعى الصغار بعضها تتكبر عن الأمور التي يتافيها في رأيها وتجتنب الأسود ورود مائن إذا كان الكلاب والأغنى فيه لكن الملحد ليس لديه أي قيمة من هذه القيم فليس له أي مرجعية وليس له أي وازع ولا آمل ولا ناهي يعني لا يرى أصلا وجود أي شيء لا فطرة ولا إله ولا دين ولا عقل يحضه على هذا فإذا كان لا يرجو ثوابا ولا يرجو عقابا ولا يحس بلذة ولا بألم لا يقر بها ولا عنده معيار ولا عنده أي معيار فهو أضيعه من هذه القيمة أظل من حمار أهله هو إذن بين أمرين بين أن يرفض الأخلاق فيقع في مأزق من هذه الناحية وبين أن يؤمن بالأخلاق فيقع في مأزق من ناحية أصل اعتقاده أنه ما هو المعيار الذي جعلته بهذا خلقا بعض عبارة الملحدين تصور بدقة هذا الحقيقة المأزق لينين كان يقول الأخلاق خدعة متافيزيقية داو كينز يقول أنه من العسير جدا من الدفاع عن الأخلاق المطلقة على أسس غير دينية تاوكز نفسه يقول ما الذي يمنعنا من القول بأن هتلر على صواب هذا سؤال صعب جدا ما عنده شيء يقول به وقال أيضا عبارة عجيبة قال لا أستطيع في النهاية أن أجادل فكريا ضد شخص فعلا فعلا أعتقد أنه شريعا أظن أنني في النهاية سأقول له طيب في هذا المجتمع لن تستطيع الفرار بهذا الصنيع قطرنا أنه زعله مقيدا بالمجتمع فقط لأنه ما له أي مرجع ما له أي منطلقي يمكن أن يوجهه منه ولا أن يرشده ولا أن ينهى ولذلك من الغريب أن تجد ملحق ملحدا يتهم الإسلام بأنه دين غير أخلاقي يعني على أي أساس هو حكم أنه غير أخلاقي وهو أصلا ليس عندهم عيار ليس عندهم عيار الخلق أصلا والاعتراف بالأخلاق الرئيس علي أزد بيكوفيتش رحمه الله له عبارة جميلة يقول له أن شخصا حاول إنقاذ طفل من بين الركام وعاد هذا الرجل والطفل ميت وهو على وشك الهلاك عاد هذا الرجل والطفل على وشك الهلاك لماذا نثمن هذا الفعل ونجعل صاحبه من الأبطال مع أن الواقع المادي يقول إنه ليس أمامنا إلا أضرار لأن الرجل أهلك رفسه ولم ينقذ الولد لكن هو فعل قيمة خلقية وفعل ما أمر به وليس بيده الوصول إلى النتائج فالنتائج من القدر ولأسباب من الشرع ونحن ممرنا بالشرع إلا بالقدر هو شخن كان وريد أن يقول هذا الذي يجعلنا نحكم بأن هذا موقف بطولي رغم أنه ماديا ما في أي مكسب طفل ميت والرجل جريح ما في أي مكسب مادي مع ذلك نحن نقول هذه بطولة إذن هناك شيء يدعونا إلى ذلك وهو إقرارنا بأن هذا فعل ما أمر به جون بولسارتر تعرفون الملحد الشهير يقول يجد الوجود حرجا بالغا في أن لا يكون الله موجودا لأنه بعدم وجوده تنعدم كل إمكانية للعثور على قيم في عالم واضح لا يمكن أن يكون هناك خير بده لأنه لا يوجد وعي لا نهائي وكامل من الممكن التفكير فيه نعم هذا هو منطلقه هو فهو يرى أن الوجود يتقتضي أن لا أخلاق ولا قيمة وأن الإنسان ينبغي أن يعيش كما يعيش الحمار ليس له ملابس يصطر بها عورة لأنه لا يعترف بأنها عورة ليس له أخلاق يعامل بها الناس لأنه لا يعترف بأن هذه أخلاق رفجعة لا يفهمها ليس له واضع يرهاه عن أي تصرف لأنه لا يرى أن فيه شيء يسرع له ويملي عليه طيب لو قلنا شيخا الأخلاق يمكن أن تنتظم في المنظور اجتماعي يعني ليست بالضرورة متوقفة أن يتواطئ يتواطئون على شيء أنه خلق حسن وأن هذا خلق قبيح ثم إذا تبين أنه خطأ كيف يتبين إذا كان هم المرجع الآن هم المرجع لكن يتبين لهم يغيرون يغيرون وهكذا فلا يضبط شيء أنه لا يكون في الدنيا صحيح بالضبط تصبح الأخلاق نسبية للغاية الدكتور المسيري يذكر أنه لما كان في أمريكا في الستينات يضرب مثالا على نسبية الأخلاق بدرجة مفزعة جدا بسبب غياب المرجعية يقول شهادة حلقة في التلفزيون فيها أسرة أب وأم وأولاد وبنات ومعهم عشيق الأبي والحلقة تتكلم عن تجربة هذه الأسرة في قدرتها على التعايش مع رغبات الأب هذا غاية شذوذة في ذلك الوقت مع أن المثلية اليوم أصبحت لها قانون وأصبحت لها اعتماعية صحيح هذا يؤكد أيضا يعني أن تكون هذه الخاصلة مستقبحة في ذلك الوقت في نفس المجتمع ثم تصبح الآن مقبولة معناه أن لو وكلت الأخلاق إلى استهادات الناس هناك حيلة الحادية شيخنا في موضوع الأخلاق إذا طرحت هذه المشكلة أنه دائما الملحد يفر من الحديث عن لب المشكلة وهي معيار الأخلاق إلى البحث عن مصادر الأخلاق يعني إذن تقول له ما موقفك من الأخلاق يقول لك وهل تتعتقد أن الأخلاق لا تأتي إلا من الدين أخلاق يمكن أن تأتي من كذا ومن كذا فيفر من جذر المشكلة وهو أن فكرك الإلحادي لا يمكن أن يستقيم معه خلق أصلا إلى فكرة فرعية وهي أنه ما هو هذه أيضا تقتضي هذا التدول والتغجر الذي ذكرناه لأن الأخلاق إذا كانت منطلقة من الدين فهي ثابتة جيد وعبدوا الله ولا تركوا به شيئا وبالوالدين أحسانا وبذ القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكة إيمانكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعاوكم به قيم عليا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن البحشاء والمنكر والبغي يعاوكم لعلكم تذكروا وفعلوا الخير لعلكم تفلحون هذه القيم وهذه الأخلاق ثابتة ويثاب عليها الإنسان يرجو فيها خيرا ويفعلها في خلوته وفي جلوته مع كل أحد من الناس مع العدو مع الصديق مع المؤمن مع الكافر قيمة ثابتة هي ثابتة حتى مع البهاي ومع الجمادات وعاملوها جميعا بهذه الأخلاق بينما هذا الآخر يقول من قال إن الدينة هو أصل الأخلاق قال هات الأخلاقك وننظروا إلى أصلها من أين جاءت هذه الأخلاق وما مرجعها وهل هي ثابتة في أي شيء ثابت إذا أقر بأن فيها ثبوتا فسيقر بأصل الديانة وهذا ما ناقض من الصور المزعجة لهذا إبادة أمريكا للهنود الحمر رئيس الولايات المتحدة السابق جون آدمز يقول إن حرب البيض ضد الهنود الحمر هو قانون الطبيعة ولهذا قانون تطبيقاته الواسعة جدا هذه من الكوارث العالمية ومن التحطيم الإنسانية بالكلية أن تأتي إلى شعب يملك أرضا ويملك ما فيها من الخيرات فتغزوه وتسعى لإبادته بالكلية وتتخذ قانونا لإبادته وترى أن هذا مبرر هو أن الطبيعة كذلك كما يأتي السيل وكما تأتي الكوارث وأنت هو الكارثة وأنت الذي عملتها ثم يقال أن الأديان هي سبب الحروب المقاتل وأيضا نفس الشي ما فعله الأمريكان مع الفئة ناميين وما فعلوه الآن أم القنابل يضربون بها أفغانستان في غير سبب وكذلك غزو الإعراق وما رأيت فيه وكذلك كل ما يحصل الآن في العالم البطش ما تفعله إسرائيل ما تفعله إسرائيل ما فعله الألمان من قبل نعم ما فعله بوس حتى ما فعله الصرب ببوسنة ما يفعله الآن البورميون بالروهينجا نعم هذا كله هناك أيضا مشكلة أخرى لدى الإلحاد شيخنا وفجوة أخرى وهي فجوة الإلحاد والإنسانية إذا أنت أخذت بالمنظور الإلحاد المجرد فلن يكون للإنسان أي قيمة مطلقة صحيح الإنسان إذا كان الملحدا مطلقا ما له بداية ولا نهاية ما له من ينشئه ولا له من يحاصبه نعم فحينئذ لا يمكنه أن يتعايش مع غيره لأنه ما له وازع وأكثر من هذا لا يمكن أن يكون للإنسان من حيث هو إنسان قيمة في الفكرة الإلحاد المادي ما مزية الإنسان عن الحيوان لا الحيوان خير منه حينئذ الفيل أطخمه منه لكن أنا أحاكمه إلى عقلي هو كملحد أنت صاحب النظرية الحادية أنت تلحد الآن بحجة أنك تريد أن تعطي الإنسان قيمته وأن تسلب ما سلبه والعياذ بالله كما يقولون الإله من الإنسان تريد أن تجعل الإنسان هو الإله لكن الفكرة المادي الذي أنتجته الفكرة الإلحادي لا يجعل الإنسان قيمة لأنه في النهاية هو انتخاب طبيعي وتطووم يجعله مثل الحيوانات كلها نعم ولكن الواقع أن تلك الحيوانات خير منهم إنهم إلا كلا العام بل هم أعضلوا سبيلا صدقت يعني أعطيكم مثل شيخا من بعض عبارات الملحدين العجيبة بيتر سينجر يقول حياة رضيع ليست أغلى داروينيا من حياة شامبانزي لأنه في الأخير كلهم نتاج التبيع العمية طايل يقول من الخطأ الشديد مجرد محاولة منع الفقر أو الإفلاس أو مساعدة الضعفاء أو محدودي الإنتاج مجرد مساعدة هؤلاء خطأ جوهري في النظرية الداروينية لأنه يتعارض مع الانتخاب الطبيعي لأنه يريد أن يبقى في العالم أغنياء وفقراء فالغني يزداد غنان والفقير يزداد فقرا وكل في شزيرته لا يلتفت إلى الآخر هربت سبينسر فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخل الدولة في الحماية الصحية لمواطنيها وتلقيحهم تعارض أبسط بديهيات الانتخاب الطبيعي أعوذ بالله فأين قيمة الإنسان فيه؟ ما الإنسان القيمة حينيذن الله من تزعه بيده هذا يريد منه أن يكون هو يثور وينتزع وهكذا فيتقلب الكون مرة أخرى يعني العقل والروح والمشاعر كل ما به الإنسان إنسان ليس لها قيمة عند هؤلاء حتى المعاقين المعاقون مثلا في طروحات بعض الملحدين هم عيب في الطبيعة يجب أن يزال أعوذ بالله ما في رحمة ولا سأختم شيخنا الحلقة بهذه العبارة لعلي عزيز بيقوفيتش رحمة الله عليه رحمة الله عليه يقول المادية تؤكد دائما ما هو مشترك بين الحيوان والإنسان بينما يؤكد الدين على ما يثرق بينهما صحيح بالنسبة للمادية دائما تسعى للاتباع الشهوات والمأكلات والمشروبات والتناسل والدين يسمو بالإنسان فالإنسان كائن بين نوعين من الخلائق نوعين أسماء منه وهو الملائكة الكرام ونوعين أدام منه وهو الحيوان فإذا تبع الإنسان الشهوات وضيع الواجبات والتكاليف لتحقب الحيوان بل يكونوا أدنى منه وإذا أدى الواجبات ولم يتبع الشهوات لتحقب الملائكة الكرام ولذلك الدين يريد به السمو وأن يسموه عن مصاف البهائم والإلحاد والإلحاد يريد به أن يكون أدنى من البهائم أعوذ بالله شكر الله لكم شيخنا ورده عنكم أيها الإخوة والأخوات نلقاكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمتال الجهلي كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعاطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر